كثرة الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني تدفع لتساؤل يتمحور حول مهية الدور الأمريكي في ذلك الاتفاق وتدعو لتساؤل يطرح حول مستقبل تلك الصفقة الدولية التي قيل أنها ستضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي في حال قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تفويض الكونغرس وتجديد الالتزام الأمريكي بابنود الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرحت بأن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق وفقا لمعاييرهم وتحقيقاتهم ولكن بالنسبة للكونغرس فالأمر يبقى متعلقا بالبيت الأبيض فل الرئيس ترامب كل الحق بأن يقول أنني لا أرى أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة لذا فعلينا أن نستأنف العقوبات على إيران مصلحة وأمن الولايات المتحدة وعدم كفاءة الاتفاق في إيقاف طموحات إيران النووية كل هذا وذاك محاور تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مناسبة فالتزام إيران وفقا لوجهة النظر الأمريكية لا يعني التزاما ببنود تتعلق بالنووي فحسب كل المشاكل التي تتحدث عنها إدارة الرئيس ترامب في منطقة الشرق الأوسط هي نتاج للاتفاق النووي الإيراني فالأسد يتمتع بوضع أفضل بسبب الاتفاق النووي الإيراني فإيران تمتلك اليوم أموالا أكثر لتدعم حزب الله والأسد والميليشيات الأخرى في المنطقة لكن ما الذي سيحصل إذا انسحبت أو أوقفت الولايات المتحدة دعمها للاتفاق النووي إذا أبلغ الرئيس ترامب تحفظاته للكونغرس رسميا ورفضات أصدقاء الاتفاق سيكون أمام الكونغرس ستين يوما لكي يعطي قراره النهائي حول موقف الولايات المتحدة من الاتفاق أعتقد أنه في هذه الفترة ستحاول الإدارة الأمريكية العمل مع حلفائها لتعديل بعض بنود الاتفاق وسنرى ما سيحصل حينها تعديل الاتفاق يثير تحفظ الإيرانيين خاصة إذا ما جاء بشروط أمريكية تفصح عن تحفظات حول النفوذ الإيراني في المنطقة أعتقد أن علينا أن نختبر الإيرانيين ومدى مصدقيتهم علينا أن نضع مطالبنا على الطاولة ولا ننسحب من الاتفاق بل إنهم هم من سينسحبون كاشفين حقيقتهم عندما نواجههم بما نعرفه عنهم تحفظات أخرى تختلف عليها النخب في واشنطن كيف ستتأثر العلاقات الأمريكية مع الحلفاء في حال قرر الكونغرس فرض عقوبات جديدة على طهران أو انسحبت الولايات المتحدة بالكامل من الاتفاق الأمر الذي يبقي الترقب قائما حتى منتصف الشهر الحالي والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في اليوم دكتور جيم والش وهو الخبير الاستراتيجي الباحث في معهد ماساتشوس للتكنولوجيا أهلا بك معنا وأبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن الهدوء الذي يسبق العاصفة سيد والش برأيكم هل تعزز هذه التلميحات الشكوك التي تصاعدت بشأن اقتراب البيت الأبيض لإعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بعض المحللين الأمريكيين ظنوا أن هذه إشارة إلى كوريا الشمالية وكان الأمر غامضا ومن الصعب أن نعرف وهناك حالة فوضى أنا لستم متأكدا معظم المحللين يعتقدون أن الرئيس سيرفض التصديق عليها وأعرف أن هذا مربك للمشاهدين هناك أمران مختلفان هنا الأول هو أن تشريع الأمريكي والذي يقره الكونغرس والشيء الثاني هو الاتفاقية نفسها وهي عبارة عن إجراء جماعي ومن جانب مجلس الأمن وبالتالي إذا قرر أن يتخلص من هذه الاتفاق هي توجب عليه أن يدخل إلى مجلس الأمن ويقوم بذلك ولكنه لم يقوم بذلك وهذا ينبئنا بأنه يتوقع في البداية أن يعمل من خلال الكونغرس ويقوم الكونغرس باتخاذ إجراءة المناسبة وبالتالي فهو سيكون صادقا لوعوده وبإمكانه أن يلوم الكونغرس على ما يجري ولكن هذا لا يعني وأنا أقول ذلك أنه لا يعني الانسحاب من الاتفاق ولكنه يجبرنا على اتخاذ إجراءة ولكنه ليس إجراءا ونتيجة فورية كما تحدثت الموضوع قد يبدو معقد لذلك نحن نتحدث إليك اليوم دكتور والش وأنت الخبير في هذا الموضوع السيناريوهات المطروحة ما هي السيناريوهات؟ الواضي يتحدث عن العودة إلى المفاوضات مجددا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وحتى روسيا طبعا والصين مع إيران السيناريوهات يعني كيف أو ما هي المرحلة القادمة في حال قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق نعم أعتقد أن هناك بعض الاحتمالات الأول هو أن لا يتغير أي شيء والكونغرس يقرر خلال مدة ستين يوما بعدم إصدار أي تشريع وهناك فرصة أن هذه ستكون النتجة وفي هذه الحالة فإن الإيرانيين والصناعات التي قد تستثمر في إيران قد تكون أكثر قلقا ولكن لن يحدث أي شيء والإمكانية الأخرى هي أن يقوم الكونغرس بتمرير عقوبات جديدة على إيران وهذا يجعل الولايات المتحدة هي الطرف الذي يخرق الاتفاق والكونغرس يقول يطلب من الإدارة أن تتحمل النتيجة وبالتالي يتم تحميل الإدارة هذا الإجراء وستقرر في ذلك الحينما إذا كانت إيران ستقوم بالبقاء في الاتفاقية أو القيام بعمل أخرى والاحتمالية الثالثة هي أن تكون هناك بعض المفاوضات ولكني أشك بذلك تحدثت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وهم ليسوا معنيون بإعادة التفاوض والصينيون والروس ليسوا مهتمون كذلك وبالتالي لا يمكن وضع قوانين جديدة ويتم فرضها على إيران وبالتالي لا تحصل إيران على أي شيء وهذه الاحتمالية ليست ممكنة بالنسبة لي طيب كيف ترى إذا الولايات المتحدة عادت لفرض عقوبات أو زادت العقوبات على طهران كيف ترى ذلك كيف يؤثر ذلك على العلاقة مع الحلفاء في أوروبا الذين يبدو أن البعض منهم يريد أن يبقي على الاتفاق الإيراني كما هو تحدثت مع الأوروبيين هذا الأسبوع وهم مواحدون في رسالتهم إلى الرئيس وإلى الكونغرس الأمريكي بأنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تبقى في هذه الاتفاقية وهذا ضروري وهذا ليس وجهة نظر أمريكية ولكنه أيضا وجهة نظر وزير الدفاع ماتس ووزير الخارجية تيلرسون وجميع طاقم المجلس الوطني الأمريكي وبالتالي من الحكمة بمكان أن يأخذ برأي هؤلاء ماذا سيحدث؟ نرى أن الأوروبيين معارضين لهذه الخطوة وهذا صدع آخر في هذا التحالف ولقد قام الرئيس حتى الآن بعدة أشياء جعلت من الأوروبيين غاضبين والسؤال الآن هل ستقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بفرض عقوبات على شركات أمريكية وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهناك سيكون صدع حقيقي في التحالف ولكني لا أرى أنه سيكون هنا لك الشباك وأعتقد أن الأراء الحكيمة في الإدارة لن تدخل في صراع ضد الأوروبيين ولكن الأمر يعود إلى الرئيس ترامب وماذا سيقوم به؟ أقرأ هنا رأيي ولك التعليق البعض يقول أن البيت الأبيض لا يريد إلغاء الاتفاق النووي الإيراني وإنما يريد إلقاء الكرة في ملعب الكونغرس وكل ذلك في إطار رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط تتحالف معه فيها إسرائيل ودول الخليج العربية تعليقك أولا أنا لا يمكن أن أدعي أنه بإمكاني قراءة ما يجدر بخلد الرئيس ولكن هذا تحليل ذكي وما يذكرني بما فعله الرئيس في ما نطلق عليه في الولايات المتحدة تشريع الحالمين وهم الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة لأباء مهاجرين وقرر الرئيس أن يدفع بهذا الأمر إلى حضن الكونغرس وترك الأمر للكونغرس للتعامل معه وهنا في هذه الحالة يقوم بنفس الشيء هو يرمي الكرة في ملعب الكونغرس وكما نقول في الولايات المتحدة هو يريد أن يأكل الكعكة وأن يحافظ عليها وبالتالي أنا أوافق مع الطاليق هذه هي احتمالية ممكنة لأن هذا يسمح له بالدعاء بأنه كان متناسقاً مع وعوده فيما يقوم بدفع جميع المشاكل في حضن الكونغرس وأعتقد أن هذا صحيحاً دكتور جموالش الخبير الاستراتيجي والباحث في معهد ماسس جوسس لي التكنولوجيا شكراً جزيلاً لك